موسيقى مشاهدين أهلا بكم مرة جديدة في حقيبتي وهذه الحلقة ستكون مخصصة عن انهيار الأسواق عندما ينهار السوق بداية ماذا يجب أن أفعل كيف يجب أن تكون ردة الفعل للمستثمر ثانيا سنتكلم عن الأسباب لماذا ينهار السوق كل فترة كل عدة سنوات أو كل عدة أشهر هناك انهيار على أقل 10% وأيضا التداعيات هذا الانهيار الأسباب ماذا يجب أن أفعل كيف يجب أن أتحوط وأيضا هناك عدة أشياء كيف أحتمي من الانهيار بداية عندما تنهار الأسواق ماذا يجب أن أفعل السؤال الرئيسي هو بكل وضوح هو يجب أن أحدد السبب الذي يحدث لماذا حدث الانهيار هل هناك سبب اقتصادي سبب مالي سبب صحي أو بيئة مثل عم يقصد يعني بس فقط سريعا لاختم هذه الفقرة شاهدتهم بالـ 2008 لكن السبب هو مالي من البنوك أتى من الرهون أيضا العقارية من العقار وكل ذلك أدى بعدين إلى أزمة مالية أزمة اقتصادية عالمية الآن نحن في أزمة طبية إذن الآن وأيضا في المرة الأخيرة التي هبط فيها السوق بقوة بشأن المتحور إذن هناك سبب ليس فقط انهيار عم نتكلم يومي طيب هذا أولا ماذا يجب أن أفعل بالتحديد في سؤال ماذا يجب أن لا أفعل مش ماذا يجب أن أفعل أيضا هو سؤال مهم جدا عندما نتكلم عن ذلك هو ماذا يجب أن لا أفعل هل يجب أن أضخ صيولة جديدة هل يجب أن أصاب يعني يصير في صلب بحلع البيع لماذا نقول كل ذلك لأنه فورا لما يصير فيه أي هزة قوية في السوق بيصير فيه فورا بيع شوائي الخطورة فيه الأمور بس أنه بيصير فيه بيع قوي وقت ارتداد السوق بيصير فيه تردد بالدخول لماذا لأنه العاطفة تقود وتتغلب على الأسس المالية لدخول مرة جديدة ستينجوان نتابع طبعا مع انهيار الأسواق الناس والمستثمرين سيكون فيه حركة كبيرة جدا البعض لا يستطيع أن يتعامل مع التقلبات العنيفة لكن بداية يجب أن أحدد كم يجب أن أخسر أثناء الانهيار وأي شخص لا يأخذ بالاعتبار أنه ممكن أن يحصل الانهيار يكون مخطئ لأنه بأي لحظة ممكن مثل ما شاهدنا نزل الخبر على السوق وحصل الانهيار لازم أفهم بقوة وأتفهم الخطر المسموح به بالنسبة طبعا إلى المحفظة والتحوط أيضا المسبك إذا حصل الانهيار ماذا يحصل فيه محفظتي هل ممكن أن تصير سفر أو معفظتي أو تصير سفر لا كمان يجب أن أتساءل عدد أسئلة مهمة جدا هل أنا أستطيع أن أتعامل مع التقلبات العنيفة والمضاربات السريعة والحركة الكبيرة حركة أيضا أجهزة الكمبيوتر التي فورا بيع وشراء بسرعة كبيرة جدا ومبرمجة هل يجب أن أبيع قسم من أسهم لأنه البعض ماذا يقول أنه وقت بداية الانهيار أبيع القسم من الأسهم ثم أعود وأشتريها من جديد من مستويات أقل وبالتالي أعملت نوعا ما من حركة مع الانهيار وحسنت نوعا ما واضعي من أنه أنتظر السوق يتلاجع ثم يهبط مع التقلبات لكن أيضا ليس من السهل أنه أعود وألتقط ممكن أنه يصير فيه نوع من ضياع به السوق في البعض يقول لا لازم بما أنه الأسواق هي صاعدة دائما دائما صاعدة منذ فترة طويلة جدا يعني منذ الحرب العالمية وهي بسوق صاعد 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 طبعا فيه انهيارات ولكن على المدى الطويل صاعد وستصعد أيضا مرة جديدة سيحصل الانهيارات دائما الانهيارات مثل السيلز مثل أنه فيه موسم تسوق هو وقت الانهيار هو مثل موسم تسوق لمهرجان تسوق لأسوم إذن البعض يقول أنه لا طبق مع المراكز لكن يجب أن تكون منطقية المراكز وبالتالي لأنه ممكن ما ترجع تشتري إذا أنت بعت قبل الانهيار أو وقت الانهيار أيضا هذا التموضع ويشبهون لذلك بالتقاط السكين الساكتة وبالتالي عندما طارتها تتم بالأرض بيصير فيه نوع من أنه هيك بيكون فيه التقلبات العالية جدا بالنسبة لأنه كل شيء معقول إن كان على دقيقة واحدة إن كان على أيضا على الخمس دقائق أو إن كان غير شيء الآن سأعود إلى تعريف الانهيار والفرق بين انهيار السوق والسوق الهابطة نسمع كثيرا بالسوق الهابطة بالنسبة إلى إنهيار الأسواك الانهيار ممكن يحصل بداية في أي سوق يعني ممكن يحصل بسوق السندات ممكن يحصل بسوق الأسوم بسوق النفط شاهدنا ذلك وأيضا بسوق العملات نعم حصل ذلك تتذكرون كيف أنهارت العملات مقبل للفرنك بالألفين واربطعش خمسة عشر شاهدنا ببداية طبعا الألفين كيف وقت تم رفع الدعم الذي كان أو الربط بين الفرنك واليورو هذا بالنسبة إلى العملات أيضا ممكن يصير إنهيار بالنفط شاهدنا ذلك عدة مرات ممكن إنهيار بالأسهم يعني الذكريات لا تحصل مع الأسهم دائما وبالنسبة إلى الدوجونز لكن أنا إنهيار بقول إنهيار بالأسهم الدوجونز هبوط حاط خلال جلسة وعدة جلسات في هذه الفترة خصوصا أكبر سلسلة هبوط في حوالي سلسلة من سبع كراشات أو هبوط بال2020 حصل وقت انتشار كورونا يهبط الدوج بين 1500 إلى 3000 نقطة كان أكثر مستوى بطلب 16 مارس تقريبا 2020 إذن دائما ما يحصل هذه الانهيارات والتقلبات القوية مثل ما قلنا نكون أسباب هون وقت كان إغلاق الاقتصاد والأزمة الحالية طبعا اللي بيحصل أنه حدة البيع التي تصير هلأ ما ضروري أنه متى بيحصل طبعا الانهيار ممكن يحصل الانهيار بسوق صاعدة ويدرب الانهيار متل ما حصل وقت الأزمة 20 من المستوى كياسي فوق 30 ألف ونهار وقت أكثر من 11 ألف نقطة دوت جونز ذعر تزاح بالبيع تزاح بالخروج وممكن تأدي أيضا ممكن ليس فقط بسبب أزمة ممكن من داخل السوق نتائج الشركات سيئة فورا بيع على السهم مضرور السوق انهيار للسهم ومش بس فقط يحصل في الجلسة الانهيار ممكن يمد على عدة جلسات هنشاهد هالشي لأنه فيه تاريخ قوي جدا بالنسبة الانهيارات قبل هو الاثنين الأسود عام 1987 لكن ليس هو الأقبر رغم أنه مشهول أنه لقب 22.6 في المئة لكن هناك 1914 وتراجع السوق بأكثر من ذلك يعني بالتحديد تراجع 23 في المئة أكثر 23.5 في المئة بالنسبة إلى هذا السوق وثم أيضا حصل الانهيار اللي عم نشاهده كان بكورونا إذن عدة مرات بيصير فيه انهيارات بالتالي بيرجع بيصعد السوق لكن وين الخطورة أنه بعض الانهيارات ممكن انهيار السوق يسبب أزمة خارج السوق يعني أزمة اقتصادية مثل ما حصل 2008 انهيار بالسوق المالي بعدين أزمة إلى الأعمال إلى الشغل يعني إلى البزنس ليس فقط أنه تدمير محافظ المستثمين لا انتقلت إلى الاقتصاد وأخدنا وقت لرجعنا عدنا ستينج ونتابع الآن سنتكلم الفرق بين السوق الهابط والانهيار لكن قبل ذلك أريد أن أشير ماذا يعني السوق الهابط السوق الهابط مثل ما يذكر السوق هابط هو التراجع 20% على الأقل يعني 20% أو أكثر لكن مش بهزة وحدة جلستان صارف 20% أو السوق هابط لا على الأقل لازم يكون فيه شهرين شهرين 20% هذه تسمى السوق الهابط هلأ ما هو الفرق بين السوق الهابط طبعا والانهيار طبعا بداية يعني ككلمة خلينا مصطلح الانهيار بيحصل على مدى أيام أو يوم متى حصل ذلك خلينا ماذا يعني انهيار على مدى أيام قبل ما ادخل بالتفاصيل طبعا على مدى أيام في بالكساد العظيم اللي هو تنهار السوق وقدى بعده مثل ما إلى كساد العظيم صار فيه انهيار على مدى أربعة أيام متتالية تراجعات قوية تراجع الأول كان تقريب 13% وكان أيضا اسمه بلاك مندي في عنا اثنين بلاك مندي وبأكتوبر بلاك مندي 28 أكتوبر 129 وعنا بلاك مندي أيضا بـ 19 أكتوبر 187 نزل أكتر 22.6% ولكن 29 نزل على مدى أربعة أيام منه يوم 1 اللي هو 13 في المئة طبعا برجع بقول أنه أكبر انهيار هو 1914 نزل السوق أكتر من 23 ونصف في المئة وهو أيضا كان بدسمبر 12 دسمبر 1914 مش بأكتوبر طيب برجع أنه في عنا انهيار مش بس عفونا الجلسة عدد جلسات نعم يحصل مش أنه الأسعار جيدة من بعد الانهيار أدخل لأخذ الارتدالات لا حصل الانهيارات طبعا على عدة جلسات متتالية ويمكن السوق هون يدخل بسوق هابط إلا نحن على مدى شهرين أقل 20% ممكن ياخد عدة أشهر وممكن ياخد السنوات مثل السوق الصاعدة ممكن تاخد عدة سنوات سنوات طويلة ويدخل بسوق صاعدة طبعا وطالع عنده قعان صاعدة والسوق الهابط عنده مثل قمام هابطة وبالتالي هون نعم نشهد طبعا لن نكتون بس هذه المعلومات الانهيار ممكن يؤدي أيضا إلى سوق هابط كيف 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 ممكن أن يؤدي الانهيار إلى سوق هابط بيكون أنا بعد ما وصلت إلى النسبة العشرين في المائة ويأتي هذا اليوم وضربة واحدة بيصير في أنا عندي عشر في المائة اتناش في المائة أتخطى العشرين في المائة وأيضا أستمر بعدم الارتداد وأكتمل المدة اللي هي شهرين وبالتالي بدخل بشي اسمه السوق الهابطة هيك تعرفنا على السوق الهابطة والانهيار نهار سوق الهابطة لا لازم ننتبه في شهرين وفي أيضا أقل 20 في المائة بالبيتكوين بآخر فترة وصل على مستوى اللي هو 69 ألف دولار بعدين صار فيه هبوط على مدى آخر شهرين قبل شهرين وصلنا 69 ألف دولار وصلنا أقل من 69 ألف دولار ب20 في المائة ونحن بشهرين من وقت 69 منقول دخلنا بالسوق العابطة ستينغو نتابع في نهاية هذه الفقرة فقط أريد أن أختصر الموضوع بشكل سريع جدا ووقت الانهيار البعض يفضل أنه يبقى الأسهم مثل ما هي لأنه ليس بحاجة إلى المال وأنه السوق سيضل صاعد على مدى السنوات بالتالي لن يتحرك من المراكز خوفا من أنه إذا تحرك سيخسر مراكزي ولا يعود أن يشتري مرة جديدة في البعض لا لازم يتحوط إلى أشياء وقت الأزمات يروح إليها مثل الذهاب أو غيرها والآخر أخذها نكون نوع من التعديل أو خروج سيولة لأنه السوق كسر وممكن يتراجع بقوة وإذا استطاع أن يهرب شرط أنه يعود ويعدل مرة جديدة لكن باختصار طبعا التقلبات العنيفة والمضاربة ممكن أنه يخرج ويصبح يتاجر بالتقلبات يخسر كل المبلغ هناك أيضا الخطورة تكمن بما أنه إذا خرج بكل المراكز ودخل وصال يدخل ويخرج بتصير القصة أنه ممكن يخسر كل المبلغ بمضاربات بسبب التقلبات العنيفة التي ممكن أي شيء يحصل حتى وقت الارتفاعات لأنه من شهد أنه وقت الارتفاعات السوق يسجل خلال عام 61 مرة رقم قياسي يعني 61 مرة خلال السنة إلى الآن كان السوق الأمريكي عم يسجل أرقام قياسية عم يكسر رقم إيسي سنعمل 61 مرة كاسر رقم قياسي والتالي كل شيء أيضا معقول وقت الخبوط هنا سنتوقف مع فاصل سنعود مرة جديدة إلى حقبة جو في الفقرة الثانية مشاهدينا مرة جديدة نتابع هذه الفقرة المهمة جدا وهي عن انهار الأسواق طبعا بداية مع انهار الأسواق تعود دائما هناك خطة لإنقاذ السوق تأتي من صناع كبار إن كان من 114 إلى الآن من وقت جي بي مورغن جي بي مورغن الشخص وليس البنك طبعا البنك على اسم جي بي مورغن ولكن أيضا من وقت كل هذا التاريخ دائما بصير في خطة لإنقاذ السوق مثل ما خطة 2009 الحكومة الأمريكية وأيضا وقت كورونا شاهدنا كيف صعد السوق الفيدرالية تحرك وأيضا وقت الأزمات الأخرى سأتبع من عندما نسمع بإنهيارات يجب أن أنتبه إلى سلاسة جهات كبيرة تخسر الأموال أو تخبط قيمة استثماراتها بشكل كبير لماذا؟ لأنها مكشوفة بقوة على الأسواق أهم شيء كمان وقت إذا تتذكر وقت ترتفع الأسواق أقول أن إيلون ماسك ربح في هذا اليوم أضاف 40 مليار 20 مليار 30 مليار إلى سالوتو كفز 300 مليار لماذا؟ لأنه سهم الشركة يتحرك لماذا؟ لأنه لم يكن 100% من السهم لأنه السهم صار ببليك ومتداول لأنه 17 في إيلون ماسك وشخص آخر كل هالأصحاب لا أدخل فيهم مثل مثلا جيف بيزوس عنده 11% من أمازون إذن يجب أن أتذكر دائما وقت الخسارة وأنياء الأسواق فيه هناك لاعب كبير أو لاعبين كبار يخسروا أو تنزل قيمة سرويتهم وإستثماراتهم منهم بيزوس وماسك 17 بيزوس 11 في أمازون طيب الآن الآن مين الجهة الثانية الجهة الثانية بدي أنتبه لمضبوط هو صندوق مين أي صندوق صندوق سيادة النرويجي طبعا هنا سريعا قبل أن أدخل بالأرقام صندوق النرويجي ضغم جدا نحن نتكلم بـ 1.3 تريليون دولار 9000 شركة بعدين الصندوق صندوق صندوق سيادة لا يتحرك مثل الصندوق السيادية لا عنده فلسفة خاصة داخل بأكثر من 72% 73% أسهم 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 وليس سندات 25% فقط في السابط وعقارات نتكلم بـ 2.5% أقال إذن أي تحرك لأنهيال للأسهم الصندوق النرويجي سيخسر بقوة من قيمة استثماراته وقت الأزمة العالمية نزل قيمة الصندوق 20-22% لكن الصندوق اللي بدأ بـ 300 مليون ووصل إلى 1300 عم نتكلم هون بـ 1.3 تريليون دولار من 300 مليون إلى 1.3 تريليون دولار رقم مخيف جدا على مدى السنوات صندوق الأجيال صندوق الثروات وهو طبعا صندوق النرويجي صندوق النرويجي مستثمر بعدة شركات منهم أبل ونسلة وبنوك أيضا وفي عنده فلسفة باختيار الشركات 9000 شركة هذا صندوق النرويجي من الجهة الثالثة أكيد دائما من نتكلم عنه بافت ما في غيره بافت أعظم مستثمر في التاريخ أيضا محفظته تتراجع مع تراجع الأسواق ولكن لكن هنا يجب أن نكون في ملاحظة كبيرة جدا هذه الجهات الثلاثة وبالتحديد صندوق النرويج وأيضا وارن بافت لديهم سيولة ضخمة بالمليارات مثلا بافت لوحده معه 150 مليار دولار بشاركته مستعد أن يرى أي شيء مغري أنه يدخل عليه وقت الانهيارات الذي يعتبره دائما مهرجان تسوق يسعب وتسوق الأسهم أيضا صندوق النرويجي سيولة موجودة بكوة وبالتالي أيضا هون يشاهد أنه يدخل إذن دائما نتذكر هات ثلاث جهات ستينج ونتابع طبعا وقت الانهيار هناك عدة أصول ترتفع وأيضا هناك أصول تنهار بقوة مثل الأسهم لكن الدولار يلعب دور كبير جدا كل الأنظار تكون على الدولار وقت الانهيار لماذا لأنه يكون لجوء إلى السيولة وبالتالي طلب على الدولار يعني لكن ماذا حصل في الهبوط الأخير لماذا تراجع الدولار لأنه ليس كانوا متأكدين أنه سيكون في أزمة وبالتالي يصير في تسيين نهائي إلى الدولار بالعكس وقت صدور أنه أخبار المتحور فورا حصل نوع من ردة الفائد أنه يصير في نوع من تأخير لرفع الفائدة بسبب سيكون في نوع من بعض الشيء وبالتالي سيكون في فورا تراجع في الدولار هالطباط في رفع الفائدة وليس هناك جواب أكيد من شركات الأدوية لحسم هذا الموضوع حول السيطرة على المتحور إذن كان سادي بعض الأسباب وأيضا بالنسبة إلى الدهب لماذا لأنه نلوحظ أنه الدولار تراجع الدهب لم يلعب دور كبير جدا ارتفاع خجول جدا لماذا بعدها ما كان 200% أزمة وأيضا بالنسبة إلى الدولار لم يساعده أيضا في الارتفاع وصار الدهب نوعا ما هو بين قوة الدولار وأيضا مستوى التضخم إذا حيصير فيه نوعا ما عبوط للتضخم وبالتالي أثر عليه لأنه حيصير فيه ممكن نوع من الإغلاق أو لا أو بعض من غير المفهوم هذا ثانيا في بعض الأصول الكلاسيكية التي تتحرك وقت الأزمات مثل اليان والفرانج طبعا اليورو كان مفروض أنه يصعد بعد الضغط الكبير جدا الذي حصل على اليورو بقوة 17 شهر هو ألقى على اليورو ارتد بقوة طبعا اليورو كان ضغط بشكل كبير جدا وهو يلعب النسبة الأكبر في احتساب الدولار يعني أي تراجب الدولار حيكون الفضل الأكبر حيكون فيه اليورو نحن نتكلم بال60 في المئة تقريبا أو أقل بشوي بالنسبة إلى الوزن اليورو وحده بمؤشر الدولار طبيعي أنه يطلع أيضا اليان والفرانج هو المسلس ساعد بقوة أنه كمان هون يصعد ماذا عن يعني المؤشر الخوف ما أعطى أنه الهبوط لم يكن أيضا هبوطا عاديا تزامن ذلك مع صعود صعود طبعا حنتكلم عن البيتكورن حنتكلم عن الأشياء الأخرى ولكن أيضا تزامن بقوة مع صعود مؤشر الخوف أول مرة من يشوف مؤشر الخوف بيقفز هالقفزة الكبيرة جدا أكثر من نصف قيمته 50 في المئة كان دائما كان هو عادي على مستوى هادئ 22 21 18 19 وفاجأة قفز هذه القفزة الدراميتيكية نحن نتكلم بدوت جونز ألف نقطة مع خوف 50 في المئة إذن الموضوع جدي وقته حصل ذلك نحن نفس الآن العام الوقت الانهيار في الجلسة كيف يكون الترابط بين العملة الأسهم السندات الملازات الدهب اليورو وأيضا البيتكوين ماذا حصل معه سنطلع ذلك في الفقرة الأخيرة طبعا النفط كان الخاسر الأكبر لماذا بالتحديد لأنه أي إقفال يؤثر بقوة على الطلب وتالي عرضه طلب شاهدنا فورا الغبوط القوية جدا أيضا بالنسبة إلى الأسهم هذه التراجعات القوية والإقفالات مثل ما صار وقت انتشار الفيروس بـ 2020 طيب كخلاصة كان أكبر تراجع يومي للأسهم والنفط خلال هذا العام لكن مثل ما بدأقول البيتكون لم تكن تتحرك بقوة ولم تأخذ أيضا دور الملازات التي كان يطلق عليها البيتكون مثل ما قلت صارت متراجعة 20% من قمتها التاريخية بالتالي دخلت بالسوق الهبط وصلت شهرين وبالتالي 20% ومتل ما قلنا بداية الحلقة 20% 20% بأقل شهرين نحن عن تعريف اسمه سوق قابطة أيضا أريد أن أشير أنه دائما ما يحصل مثل ما قلت ومذكر أنه سوق سندات سوق النفط أو أسواق العملات بأي شيء دائما ما يحصل ذلك لكن يأخذ أيضا وقتا طبعا كل هذه الأشياء التي تكون فيه سيولة متحضرة هذه بخلاصة الحديث ليست لتراجعات نصف المئة أو واحد في المئة أو التراجع لا هذه السيولة تكون جاهزة لتراجعات أسبوعية لتراجعات حادة لتراجعات نتكلم عن 4% أو 5% على جلستين أو جلسة أو 3 جلسات هذه التراجعات هذه السيولة التي تجدي نفعا عندما تدخل لأنه يصبح مردودة كبير عندما يهدأ السوق ثم يعود إلى شيئا فشيئا إلى الارتفاع مهم جدا هذه السيولة ودخولها في هذه الأوقات لكن للأسف معظم المستثمينين وقت حصول ذلك بإلك ليس لدي الكاش لأنه يكون هو طبعا في كل المراكز هذا باختصار أريد أن أذكر وأختم هنا بالنسبة إلى التواصل طبعا بالنسبة إلى موقع القناة cmcربia.com استعدكم أن تشاهدوا الأرشيف الحلقات السابقة وأيضا المانع التويتر وأيضا أريد أن أذكر بالنسبة إلى الحلقات هنا كنا أصبنا هذه الحلقة إلى فقرات تعليمية عن الإنهيار ومنهم أكبر الخاسرين وقت الإنهيار وكيف يتصرف وأيضا كيف تحرقت الأسواق وقت الإنهيار الأخير وما هي أسبابه والتداعيات وكيف يحصل وكيف يجب على التصرف هذا كان باختصار هذه الحلقة شكرا لكم مشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم